موسيقى الرئيس السيسي يؤكد اهتمام الدولة بدعم الصناعة وإزالة المعاوقات القائمة أمام المستثمرين روسيا تستعد لإعلان نتائج ضمن مناطق أوكرانية جديدة وتقول أن تهديداتها باللجوء إلى السلاح النوي مؤكدة وليست خدعة منظمة التجارة العالمية تتوقع ركودا عالميا بسبب الحرب في أوكرانيا وأزمتين الغذاء والطاقة الثالثة بتوقيت القاهرة الواحدة ظهرا بتوقيت جرينيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى 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 أكد رئيس عبد الفتاح السيسي اهتمام الدولة الكبير بالصناعة ودعمها وتسهيل كل المعاوقات التي تواجهها مشددا على أنه سيتم خلال شهر أو شهرين الانتهاء من إزالة كافة المعاوقات القائمة في مواجهة الاستثمار كما أكد الرئيس السيسي خلال افتتاحه عددا من مشروعات الهيئة العامة للإتثمار جدية الدولة في تناول المشكلات التي تعوق الإتثمار والتصدي لها وحلها نحن نبذل أقصى جهد في ظل الظروف اللي نحن نتكلم عليها داية وهي الظروف كانت قاسية على الدنيا كلها على العالم كله على دول صناعية متقدمة واقتصاديات متقدمة جدا عندها وفرة في كل شيء لكن الأزمة بتاعت كورونا والأزمة بتاعت الأزمة الروسية كانت لها يعني صدمة كبيرة جدا جدا على العالم وعلينا لكن احنا حاولنا بقدر الإمكان وبنحاول أن يكون أقل تأثير ممكن وإحنا إن شاء الله يمكن أتصور شهر أو اتنين بكتير نكون كل المعاوقات اللي قبلنا بنتكلم فيها تكون خلصت أكد رئيس السيسي استعداد الحكومة لتشجيع رجال الأعمال للتوسع في إقامة المدارس المهنية وتخريج عمالة ماهرة ومضربة تكون لديها فرص عمل حقيقية وأنواها الرئيس السيسي بدور مراكز البحوث والتطوير سواء في الجامعات أو غيرها لإيجاد حلول للمشكلات أو النقاط التي تحتاج إلى التطوير نحن مستعدين من خلال المدارس الفنية اللي موجودة وفي رجال أعمال عملت كده يعني في رجال أعمال عملت مدرسة وفي رجال أعمال استفادت من مدارس موجودة وعادت توظيفها لصالح إنتاج وتدريب حاجتها من الإعمالة يعني علمتهم في المدارس ديت واخدتهم أو بتاخدهم بيشتغلوا عندها في المشروعات بتاعتهم اللي أنا عايز أقوله هنا أن إحنا مستعدين نتوسع في هذا الأمر ومنشجع رجال الأعمال على ده على أن إحنا النهاردة يساهموا معنا أنا هنا مش بكلم في مساهمة مالية أنا بكلم يساهموا معنا في أنه هو مصار إعداد وتأهيل خريج من المدرسة دي يكون عنده فرصة حققية سوء العمل أنا بكلم في النقطة ديت وأشار الرئيس السيسي إلى أن المؤتمر الاقتصادي الذي سينطلق الشهر المقبل يمثل فرصة للمستثمرين ورجال الأعمال لعرض الصعوبات التي تواجههم وأكد الرئيس السيسي أن عرض مشاكل المستثمرين ليس عيبا في الحكومة أو الدولة ولكننا نعرضها لكي نتصدي لها ونحلها لتزيل أو لنذيل جميع معوقات الاتثمار وبالتالي إحنا كدولة مع رجال الأعمال في مصر نحط إدنا في إدنا بعض ونجتهد وكل المعوقات اللي بتقابل بحق ومستثمرين ورجال الأعمال في مصر نحلها ويمكن المؤتمر الاقتصادي يكون فرصة اللي إحنا يعني حنطلق أجندته دكتور مصفف مش كده أول الشهر ده ويعني في خلال الشهر الجاي حيكون بنتكلم في فعلياته أرجو أنه هو يدي فرصة للمستثمرين ورجال الأعمال أنهما يعرضوا بشكله وبآخر المصاعب اللي بتقابلهم وده مش يعني لما نيجي نعرض مشاكل موجودة بتقابل يعني مستثمر ده مش عيب في الحكومة أو في الدولة احنا بنعرضه عشان نتصدى له ونحله عشان ما بقاش فيه مشكلة أبدا تعوق للستثمر اللي احنا بنتكلم عليه كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن حجم مساهمة القطاع الخاص منظومة الاقتصاد المصري لا تقل عن 75% وعشر الرئيس السيسي إلى أن الدولة تستهدف تحقيق 100 مليار دولار صادرات وأن هذا ليس رقما كبيرا بالنسبة لدولة يبلغ تعداد سكانها 104 ملايين نسمة لو ممكن مش ممكن بقى ده الكلام ده احنا عملناه وقلنا ان احنا هنخش على مناطق بعينها ونجاهزها ونديها الاشتراطات خالصة من جهات المختلفة بالكامل عشان المستثمرين ورجال الصناعة اللي عايزين يدخلوا يشتغلوا ما ياخدوش وقت كبير جدا في المسار أو اللي هو يعني الإجراءات الإدارية اللي بتتعامل في مثل هذا المجال أنا أتصور أن اللي احنا شفنا النهاردة النموذجين دول هم كويسين بس مش كفاية إذا كنا بنتكلم على أن احنا بنستهدف 100 مليار دولار للتصدير وبالمناسبة الرقم ده رقم مش كبير 100 مليار دولار لدولة فيها 104 مليون أنها تصدر بـ 100 مليار ده رقم مش كبير ترجمة نانسي قنقر 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 دكتور يعني النهاردة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بتفقد عدد من مشروعات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة طبعا يعني عايزين نتعرف من حضرتك أهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت خاصة أن هناك أزمات عالمية متلاحق مساء الخير يا فندم طبعا زيارة الرئيسي النهاردة هي في المقام الأول توجيه وتحية لمنظومة الانتاج والتشغيل والاستثمار في مصر واللي يمكن احنا في فترة في أحوج ما يكون للاهتمام بهذه الكلمة كلمة الاستثمار وكلمة التشغيل طبعا بالحس على زيادة معدلات النمو الاقتصادي ومن ثم توفير المنتجات للمواطنين وايضا زيادة طبعا الدخل القومي بشكل عام طبعا الزيارة النهاردة هي جاية في إطار توجيه السيد الرئيس الجمهورية لتسهيل منظومة الاستثمار في مصر وتقليل الإجراءات اللازمة لإنشاء وتدشين الشركات الاستثمارية المختلفة ومواجهة أي تحديات أو عقيل قد تعيق من تدشين أو إبداء الترخيص لمثل هذه الشركات الحقيقة النهاردة هي كلمة من السيد الرئيس الجمهورية للتوجيه على دور القطاع الخاص ودور رجال الأعمال ودور الاستثمار بشكل عام في الاقتصاد المصري وإن الرهان في الوقت الحالي على أن مصر تقدر تستفيد من الأزمة الموجودة في الوقت الحالي لأنها تنهب بنفسها وإنها تقدر تستغل ما لديها من قدرات ومن إمكانات خاصة وإن العالم النهاردة بيتجه نحو طبعا استغلال الفرص الممكنة اللي عنده وبالتالي لا يمكن أبدا أن نحن نقدر نعيش في أمان أو نعيش في إطمئنان إلا لو كانت منظومة الإنتاج والاستثمار والتشغيل والتصنيع في البلد تكون ورد حقها بشكل كويس جدا نعم أيضا السيد الرئيس دكتور محمد أشار إلى المعاوقات التي كانت تواجه المستثمرين ووجه طبعا بتزليل كافة هذه المعاوقات هل هذا يعني يعطي الفرصة أو يعطي الإشارة إلى المستثمرين سواء على المستوى المحلي أو الدولي للاستثمار في مصر أو يتكون مصر السوق جاذبة للاستثمار خلينا أقول لحضرتك نقطة مهمة جدا مصر تعتبر من أكبر معدلات العائد اللي ممكن تفتح الشهية بالنسبة لأي مستثمر سواء داخلي أو أجنبي كمان مع هذا العائد احنا بنواجه أقل معدل من المخاطر المحتملة اللي ممكن يتعرض بها الاستثمار يعني الحمد لله احنا عندنا ضمانة الاستثمار في مصر رائعة جدا لدينا قوانين وتشريعات منظمة لهذا الأمر لدينا مؤسسات معنية بهذا الأمر لدينا منظومة قضائية تحل أي نوع من النزاع الاستثماري أو القضائي بمنتهى الشرف فيه ومنتهى العدل ولكن العبرة في النهاية في تضفق الاستثمارات بتكون من خلال المنظومة السهلة اللي من خلالها بيقدر المستثمر أنه يتحصل على الترخيص اللازمة لإقامة المشروع بتاعه شكرا جزيرا دكتور محمد باغة أستاذ التمويل والاستثمار جامعة قناة السويس أهلا بحضرتكم من جديد نوالي تقديم من نشرة الأخبار تفقد رئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات القومية الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمدينة نصر وشارك الرئيس السيسي في الجولة التفقدية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين في الهيئة العامة للاستثمار وشملت الجولة التفقدية عددا من معارض الصناعات والمصانع المختلفة داخل منطقة الاستثمار أعطى رئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البد لفتتاح المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها محافظة القليوبية والمنطقة الاستثمارية في مدينة ميدغمر بالدقهلية وذلك عبر الفيديو كونفرنس جاء ذلك خلال افتتاح مشروعات قومية تابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة الاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب أن السنوات الثلاثة الماضية شهدت إنشاء سبعة مراكز لخدمات المستثمرين مشيرا إلى أن الهيئة لديها خطط مفصلة بشأن الفرص الاستثمارية المتاحة حرصت الهيئة على افتتاح العديد من المراكز لتحقيق الانتشار الجغرافي في مختلف المحافظات خاصة محافظات السعيد تفعيلا لمبدأ اللامركزية مع توفير أحدى سطرق الميكانة وربط الإلكتروني بتلك المراكز فخلال الثلاث سنوات الماضية تم إنشاء سبع مراكز جديدة في محافظات الفيوم المينيا قنة الوادي الجديد الإسماعيلية بورسعيد جنوب سيناء بالإضافة إلى مركز بمحافظة قليوبية جاري تشغيله بنهاية هذا العام ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمراكز 15 مركزا على مستوى الجمهورية موسيقى تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضية حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 501 قضية تامونية بمضبطات بلغت قرابة 164 طن مواد غذائية وغير غذائية وتم ضبط أكثر من 116 طن في مجال الاستلاء على السلع المدعومة أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية فتم ضبط قرابة 48 طن كما تم ضبط 721 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 154 قضية خبز ناقص الوزن و120 قضية خبز غير مطابق للمواصفات قالت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أنه ليس من اختصاصاتها حل البرلمان وشددت المحكمة أن المشكلة التي يمر بها العراق ليست في الدستور ولا في اختصاصات المحكمة للتحادية لكنها في تطبيق الدستور وسوء التعامل معه تعى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بيري لعقد جلسة عامة لمجلس النواب الخميس المقبل لانتخاب رئيس جديد الجمهورية خلفا للرئيس الحالي ميشيل عن والذي تنتهي ولايته في الحالي والثلاثين من شهر اكتوبر القادم بعد ست سنوات قضاها في السلطة واحددت دستور اللبناني إجراءات انتخاب الرئيس الجديد من قبل مجلس النواب بأعضائه البالغ عددهم 128 عضوا حيث نصت المادة التاسعة والاربعين على أن انتخاب رئيس الجمهورية يتم بالاقتراع السري بأغلبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى فيما يكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التالية رفضت المحكمة الدستورية الكويتية طلب وقف الانتخابات البرلمانية التي ستجرى الخميس المقبل ومن المقرر إجراء انتخابات مجلس الأمة الكويتي وسط استعدادات مكثفة من قبل الحكومة بهدف إجراء انتخابات تعبر عن إرادة الشعب الكويتي في اختيار ممثليه داخل مجلس الأمة لمدة أربع سنوات قادمة وقع وزير الداخلية الموروتانية اتفاقا مع الأحزاب بخصوص الانتخابات وذلك في ختام حوار سياسي بشان الانتخابات التشرعية والمحلية المقبلة وتم تحديد نهاية أكتوبر المقبل لإعلان تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات كما تم الاتفاق الأول مرة في موروتانيا على مشاركة أبناء الجالية الموروتانية بالخارج وإلى ملف الأزمة الأوكرانية حيث أكد الناطق باسم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبية أن استفتاءات الضم التي تنظمها روسيا في أوكرانيا غير قانونية مشددا على أن جميع الأشخاص الذين شاركوا في تنظيمها ستفرض عليهم عقوبات من جهته قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن وضع مناطق الاستفتاءات سوف يتغير جزريا من الناحية القانونية عقب إعلان النتائج وتنتهي اليوم الاستفتاءات الروسية لضم أربع مناطق أوكرانية هي لوهانسك ودونسك وخيرسون وزابوريجيا وذكرت وكالة تاس الروسية أن نسبة التصويت تجاوزت خمسين في المائة في ثلاث مناطق من أصل أربع واعتبرت أن وصول نسبة التصويت في هذه المناطق إلى ما يزيد عن خمسين في المائة يعني أن الاستفتاءات أصبحت شرعية قال رئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي أن منطقة دونسك في الشرق لا تزال تمثل أولوية استراتيجية قصوى لبلاده ولروسيا أيضا بينما احتدم القتال في عدة بلدات تحول قوات روسية التقدم جنوبا وغربا وتأمل موسكو في ضم مناطق هيرسون ولوانسك ودونسك وزابوريجيا في الشرق والجنوب والتي تشكل نحو خمسة عشر بالمائة من أوكرانيا قتال عنيف تخوضه القوات الأوكرانية والروسية في مناطق مختلفة من أوكرانيا مع اقتراب الاستفتاءات التي نظمتها روسيا في أربع مناطق تأمل في ضمها إليها من نهايتها الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي قال إن منطقة دونسك شرقية البلاد لا تزال تمثل أولوية استراتيجية قصوى لبلاده بينما احتدم القتال في عدة بلدات وتحاول القوات الروسية التقدم جنوبا وغربا ووقعت اشتباكات أيضا في منطقة خاركيف في الشمال الشرقي محور هجوم أوكرانيا المضاد هذا الشهر ووصلت القوات الأوكرانية حملة لإخراج أربعة جسور ومعابر نهرية أخرى من الخدمة بهدف تعطيل خطوط الإمداد للقوات الروسية في الجنوب وقالت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية إن هجومها المضاد في خرسون كبد روسيا خسائر بلغت 77 جنديا وست دبابات وخمسة مدافع هاوتزر وثلاثة أنظمة مضادة للطائرات وأربع عشرة عربة مدرعة وتأمل موسكو في ضم مناطق خرسون ولوهانسك ودوناتسك وزابوريجيا في الشرق والجنوب والتي تشكل نحو خمسة عشر في المائة من أوكرانيا ولا تخضع أي من تلك المناطق لسيطرة موسكو التامة ولا يزال القتال مستمرا على طول خط الجبهة بأكمله إذ أعلنت القوات الأوكرانية تحقيق مزيد من التقدم منذ أن هزمت القوات الروسية في منطقة خاركيف في وقت سابق من الشهر وهدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ضمنيا باستخدام الأسلحة النووية لحماية أراضي بلاده والتي ستشمل المناطق الأربع في حالة ضمها هذا وبدأ التصويت على ضم هذه المناطق إلى روسيا يوم الجمعة الماضي ومن المقرر أن ينتهي اليوم مع احتمال موافقة البرلمان الروسي على الضم في غضون أيام وترفض كييف والغرب لاستفتاءات باعتبارها سوريا متعهدين بعدم الاعتراف بالنتائج قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيدف إن روسيا لعل حق في استخدام الأسلحة النووية إذا لزم الأمر وأضاف ميدفيدف أن أمن واشنطن ولندن وبروكسل أهموا بكثير لحلف الشمال الأطلسي من مسير أوكرانيا مشيرا إلى أنه إذا تجاوز التهديد لروسيا الخط الأحمر فسيتعين على موسكو الرد وأشار ميدفيدف إلى أن موسكو ستبذل جهدا كبيرا لمنع ظهور أسلحة النووية لدى أوكرانيا التي يسيطر عليها الناتو حاليا على حد قولها قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إن أمنى محطة زابوريجيا النوية على المحكة وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظريها الأوكراني ديمتري كليبا وذلك في كييف أكدت كاترين كولونا أن من بين أهدف بلادها في دعم أوكرانيا هو الحفاظ على أمن القارة الأوروبية مشيرة إلى أن باريس ستواصل تعزيز المساعدات العسكرية لأوكرانيا ومن جهته دعا كليبا إلى فرض عقبات إضافية على الاقتصاد الروسي وأشار إلى أنه تم الاتفاق على شحنة جديدة من مدافع قيصر الفرنسية أكد الرئيس الروسي بلادامير بوتين أن إنقاذ أفراد في جميع المناطق التي يجرى فيها الاستفتاء بأوكرانيا على رأس أولويات بلادها وفي سياق آخر اتهم بوتين الدول الغربية بممارسة خداع وسياسة جشعة مشددا على أن الحبوب المصدرة من أوكرانيا لا تصل إلى أفقر دول العالم بالطبع اليوم في خضم العملية العسكرية الخاصة والاستفتاءات في دونباس يأتي إنقاذ الأفراد في جميع الأقاليم التي يجري فيها الاستفتاء على رأس أولوياتنا وفي صميم اهتمام مجتمعنا وبلدنا وهذا أمر طبيعي لأنه مرتبط بأحداث مأساوية حذرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية ناجوزيو كونجو إيو يالاب أن العالم مقبل على ركود عالمي في وقت يواجه أزمات متعددة وقالت إنها تتوقع انخفاض توقعات التجارة العالمية لعام 2022 عن النسبة الحالية البالغة 3% لأسباب من بينها الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الغذاء والطاقة الناجمتان عنهما قال البنك الدولي أن النمو الاقصادي في منطقة شرق أسيا والمحيط الهادي سيضعف بشكل حاد في عام 2022 وتوقع البنك الدولي أن يتباطى النمو في منطقة شرق أسيا والمحيط الهادي إلى 3.2% انخفاضا من توقعاته البالغة 5% في إبريل وأكد البنك الدولي أن ضعف التوقعات يرجع بشكل أساسي إلى التباطئ الحاد في الصين أن نجم عن قواعدها الصارمة الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا أكد بنك إنجلترا أنه لن يتردد في رفع أسعار الفائدة لدعم قيمة الجنيه الاسترليني بعد يوم من الاضطرابات في الأسواق وأشرت لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا إلى أنها لن تتردد في تغيير أسعار الفائدة بقدر ما يلزم لإعادة التدخب إلى 2% بشكل مستدام على المدى المتوسط وذلك بما يتماشى مع اختصاصها أكدت المؤسسات الفيدرالية في الولايات المتحدة تعليق أعمالها فجر السبت المقبل إذا لم يقر الكونغرس رفع صقف الدين العام الأمريكي هذا وزادت حدة الضغط في الكابيتول حيث تجرى خلف الكواليس مفاوضات بين الحزبين الديمقراطي والجمهورية وذلك للتواصل إلى اتفاق مؤقت يرفع صقف الدين العام الأمريكي دون انقطاع التمويل عن الحكومة الفيدرالية وإغلاق مؤسساتها المزيد في سياق التقرير التالي تواجه الولايات المتحدة أكبر تحدي لها منذ اندلاع الأزمة الأوكرونية حيث هددت المؤسسات الفيدرالية بتعليق أعمالها حال لم يقر الكونغرس رفع صقف التمويل قبل بدء السنة المالية الجديدة وفي الدقيقة الأولى من فجر السبت المقبل ينقطع التمويل عن الحكومة الفيدرالية ويصبح عدد كبير من مؤسساتها في حالة إغلاق الأمر الذي يعني بطالة جزئية لمئات آلاف الموظفين هذا وازدادت حدة الضغط في الكابيتول حيث تجري خلف الكواليس مفاوضات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري للتوصل إلى اتفاق مؤقت يرفع سقف الدين العام الأمريكي دون انقطاع التمويل عن الحكومة الفيدرالية وإغلاق مؤسساتها مفاوضات عدة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري على مشروع قانون يرفع سقف التمويل بما يكفي لتأمين احتياجات الحكومة الفيدرالية حتى منتصف ديسمبر المقبل ويتوقع أن يشمل أيضاً أكثر من 12 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية والعسكرية لأوكرانيا ومن شأن هذا القانون أن يسرع عملية إصدار التراخيص لمنشآت الطاقة في الولايات المتحدة سواء كانت هذه المنشآت تعمل في مجال الوقود الأحفوري أو في مجال الطاقة النظيفة الذي يدافع عنه الرئيس جو بايدن أكد الكريملين أنه لا يستبعد أن يكون التخريب سبباً وراء الأضرار التي لاحقت بشبكة نبيب نوردستريم التي بنتها روسيا في بحر البلتيق وكشفت السلطات السويدية والدنماركية عن تصرب غاز في موقعين من خط أنبيب نوردستريم وان في بحر البلتيق ووضعت الدنمارك قطاع الطاقة في حالة تأهب قال وزير المالية الكوري الجنوبية شولد كوينغو إن اقتصاد بلده يعاني من حالة عدم اليقين العالمية المتصاعدة وطوقعت وكالة ستاندرد أن بورز أن تبلغ توقعات التضخم لعام 2022 لكوريا الجنوبية 5% تعاني منطقة آسيا والمحيط الهادي الكثير من المشاكل الاقتصادية وخصوصاً التضخم الذي اكتاح العالم بسبب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث أكد وزير المالية الكوري الجنوبية شو كيونغو أن اقتصاد بلاده يعاني من حالة عدم اليقين العالمية هذا وترجعت العملة الكورية الجنوبية بوتيرة حادة مقابل الدولار الأمريكي وسط المخاوف من أن السياسات التشديد النقدي القوية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد تدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود وتتزايد توقعات السوق بأن يقوم بنك كوريا الجنوبية المركزية برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى وذلك في الأشهر المقبلة في أعقاب رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي هذا وتوقعت وكالة ستاندرد أند بورز أن تبلغ توقعات التضخم لعام 2022 لكوريا الجنوبية نسبة 5% وأن يسجل الاقتصاد نموا بنسبة 2.6% هذا العام كما حافظت الوكالة على تصنيفها الاقتماني لكوريا الجنوبية عند المستوى AA وهو ثالث أعلى مستوى لدى الوكالة مع نظرة مستقبلية مستقرة وبناء على نتائج المشاورات السنوية تخطط ستاندرد أند بورز للإعلان عن قرارها بشأن التصنيف السيادي لكوريا الجنوبية وذلك في النصف الأول من العام المقبل 2023 أعلنت كوريا الشمالية والصين استناف رحلات القطارات التجارية عبر الحدود بعد تعليقها خمسة أشهر بسبب تفشي وباء كورونا وفرضت بيونج يانج إغلاقا صارما منذ بدء تفشي الوباء مما أدى إلى تراجع الحركة التجارية مع بكين رغم أهميتها الجوهرية لاقتصاد كوريا الشمالية وكان قد تم تعليق حركة قطارات البضائع بين البلدين نهاية أبريل الماضي بعدما أفادت مدينة دندونج الصينية الحدودية عن بؤر إصابات بكورونا أعلن بنك إنجلترا أن تدول بالأوراق النقدية التي تحمل صور ملك بريطانيا تشارلز الثالث سيبدأ بمنتصف 2024 وأوضح بنك إنجلترا أنه سيتم طباعة صورة الملك على الأوراق النقدية المصنوعة من البوليمر مشيرا إلى أنه لن يتم إجراء أي تغييرات إضافية على تصميمات الأوراق النقدية أعرب وزير المالية الفرنسي برونو لومير عن أمله في أن تستكمل جورجيا ميلوني زعيمة حزب أخوة إيطاليا الفائز في الانتخابات التشرعية التي جرت الأحد الماضي ما بدأه سلفها ماريو دراقي خاصة في المجال الاقتصادي يأتي هذا فيما تواجه الحكومة الإيطالية الجديدة عدة تعقابات لمعالجة الأزمات الناجمة عن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة وذلك نتيجة العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا قلق وحذر ينتاب قطاع المال والأعمال والاستثمار في إيطاليا عقب إعلان نتائج الانتخابات التشريعية وتصدر أحزاب اليمين نتائجها وفاز حزب إخوة إيطاليا بأكثر من 26% من الأصوات في الانتخابات التي أجريت الأحد الماضي وستحظى جورجيا ميلوني زعيمة الحزب مع حليفيها في الائتلاف حزب الرابطة وفورزة إيطاليا بغالبية مطلقة في مجلسي النواب والشيوخ وكانت الأسواق تتوقع فوز اليمين الإيطالي في الانتخابات وتتساءل حول حجم انتصارة لتحدد هامش التحرك المتاح أمامها إلا أن هذا لن يحدث قبل نهاية الشهر المقبل عندما يجري الاتفاق حول الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة غير أن الطريق أمام الحكومة المقبلة يبدو مليئا بالعقبات حيث سيتحتم على رئيس الحكومة الجديدة معالجة الأزمة الناجمة عن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة وذلك نتيجة الحرب في أوكرانيا في وقت تواجه فيه إيطاليا دينا يمثل 150% من إجمال ناتجها المحلي وهي أعلى نسبة في منطقة اليورو بعد اليونان ويساور المستثمرين قلق كبير يتمثل في معرفة ما إذا كانت الحكومة الجديدة في إيطاليا ستبتعد عن الإصلاحات التي أقرها رئيس الحكومة السابق ماريو دراجي والتي سمحت لإيطاليا بالحصول على دعم الاتحاد الأوروبية وأثار انتخاب جورجيا ميلوني المؤيدة بقوة لرئيس الوزراء المجاري فيكتور أوربان مخاوف شديدة في أوروبا لسيما وأن إيطاليا هي المستفيد الأول من خطة الإنعاش الاقتصادي الأوروبية التي تخصص لهذا البلد 200 مليار يورو قال الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش إن القضاء على الأسلحة النووية سيكون أعظم هدية يمكن أن نقدمها للأجيال القادمة جاء ذلك خلال كلمة جوتيريش في الاحتفال باليوم العدولي للإزالة الكاملة لأسلحة النووية حيث حذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن أي استخدام لسلح نووي من شأنه أن يؤدي لوقوع كارثة إنسانية دعيا إلى ضرورة وضع نهاية لعصر الابتزاز النووي وشدد جوتيريش على أن فكرة أن أي دولة يمكن أن تقاتل وتنتصر في حرب نووية هي فكرة مختلة دعيا إلى انتهاز اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبارها فرصة لتشكيل مستقبل أكثر سلاما وثقة واستدامة دعا وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين إسلام أباد لمطالبة بكين بالحصول على تخفيف للديون الصينية وقال بلينكين في عقاب اجتماعه في واشنطن بنظيره الباكستاني إن الولايات المتحدة ستقدم دعما كبيرا لباكستان التي غمرت المياه ثلثة أراضيها أي ما يوازي مساحة بريطانيا بحث وزير الدفاع الأمريكي اللويد أوستون مع وزير الشؤون الخارجي الهندي سوبرنيام جاي شانكار في اجتماعهما بمقال البنتاجون مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث اللقاء التطورات الأخيرة في شرق أسيا ومنطقة المحيط الهندي والتداعيات العالمية للأزمة الأوكرانية وكذا سبل تعزيز التعاون الدفاعي الثنائي حيث تتقدم الولايات المتحدة والهند نحو مرحلة أكثر تقدما في شراكاتهما كما ناقش الجانبان الفرص الجديدة للتعاون الصناعي الدفاعي الثنائي لدعم مساهمات الهند كمزود أمني إقليمي وإطلاق حوار دفاعي جديد في وقت لاحق من العام الجاري أقيمت جنازة رسمية لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي الذي اغتيل في الثامن من يوليو الماضي وعلق رئيس الوزراء فوميو كيشيدا وممثلوا الحكومة والبرلمان والقضاء كلمات تأبين لرئيس الوزراء الراحل وكان من بين 4300 شخص حضروا الجنازة عشرات الشخصيات الأجنبية البارزة وتعد هذه الجنازة أول جنازة رسمية في البلاد منذ عام 1967 موسيقى استدعت وزارة الخارجية اليابانية سفير روسيا لدى توكيو ميخايل جالوزين للأعراب عن احتجاجها على التقالي قنصليها في مدينة فلاديف وستوك الروسية بتهمة التكسس نافية بشكل قاطع للتهمات التي وجهت إليها وقال وزير الخارجية اليابانية أن اعتقال واستجواب القنصل هو انتهاك لاتفاقية فينة للعلاقات القنصلية لافتا إلى أن الإجراء الروسي غير مقبول وأضاف الوزير الياباني أن بلاده طالبت موسكو بتقديم اعتزار رسمي وضمان بعدم يقوع حادث مماثل مرة أخرى سجل المعهد الوطني لأبحاث الفضاء في البرازين نحو 36 ألف حريق في غابات الأمازون المطيرة منذ بداية سبتمبر الجاري وتبلغ الحرائق في الأمازون ذروتها في شهري أغسطس وسبتمبر باعتبارهما موسم الحرائق في المنطقة حيث يقل هطول الأمطار أظهرت بيانات حكومية أن الحرائق في غابات الأمازون المطيرة بالبرازيل زادت خلال سبتمبر الجاري مما يجعله بالفعل أسوأ شهر منذ أكثر من عشر سنوات المعهد الوطني لأبحاث الفضاء في البرازيل سجل نحو 36 ألف حريق في المنطقة منذ بداية هذا الشهر بزيادة قدرها 120% عن الشهر نفسه من العام الماضي مما يجعله الأسوأ على الإطلاق في أي شهر منذ سبتمبر عام 2010 عندما سجل المعهد نحو 43 ألف حريق وبذلك يرتفع إجمالي الحرائق حتى الآن منذ بداية هذا العام إلى أكثر من 82 ألفاً وتميل الحرائق في الأمازون إلى الذروة في شهري أغسطس وسبتمبر باعتبارهما موسم الحرائق في المنطقة حيث يقله طول الأمطار بما يتيح لمربي الماشية والمزارعين إدراماً نيران في أحيان كثيرة بالمناطق التي أزيلت منها الغابات ووفقاً لبيانات الأقمار الصناعية للمعهد الوطني لأبحاث الفضاء فإن الحرائق هذا الشهر تجاوزت بالفعل متوسط 32 ألف حريق لشهر سبتمبر وغالباً ما يتزايد تدمير الغابات المطيرة بالبرازيل في سنوات الانتخابات عندما يتراجع تطبيق القانون عادة ويسرع الحطابون في تنفيذ خططهم قبل حدوث تحول محتمل في سياسة الحفاظ على البيئة حثت سلطات في فيتنام المزيد من المواطنين على ترك منازلهم والتوجه إلى مناطق أكثر أمناً وذلك مع اقتراب الإعصار نورو باتجاه البلاد وذكرت وكالة الأرصاد الجوية في فيتنام أن سرعة الرياح بلغت 183 كيلو متراً في الساعة مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يصل إلى اليابسة في وقت لاحق من يوم غد قبل أن تضعف قوته ويتجه نحو تايلاند هذا وتسبب الإعصار في مصرع ثمانية أشخاص على الأقل وحدوث فيضانات واسعة نطاق في الفلبين في بنجرديش ارتفع عدد ضحايا غرق عبارة مكتظة بزوار معبد هندوسي شمالي البلاد إلى 61 شخصاً ويواصل رجال الإنقاذ البحث عن مزيد من الجثث حيث ما يزال كثير من الركاب في عداد المفقودين بعد يومين من وقوع الحادث هذا ويلقى المئات حتفهم سنوياً في حوادث العبارات المتكررة في بنجرديش أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية قطاع السياحة في دوء الجهود التي تقوم بها الحكومة حالياً لتوفير كافة سبل دفع هذا القطاع والذي يعد ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المصري جاء ذلك خلال عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً وذلك بالتزام مع الاحتفال باليوم العالمي للسياحة في 27 سبتمبر من كل عام وتطلق اللقاء الأهمية ملف رفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين وخاصة طلاب المدارس والشباب وذلك في دوء الاستعدادات والتجهيزات السياحية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير مناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل كما تم استعراض جهود الإدارة العامة للأطار المستردة مع كافة الجهاد الوطنية في استرداد العديد من القطع الأثرية منها عدد 16 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية وقطعتان من دولة بلجيكا في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة شهدت محافظة بني سوي في الانتهاء من إنشاء 12 مجمع خدمات حكومية داخل 12 قرية بمركزي بابا وناصر وتوفر المجمعات الجهدة ومشقة السفر على أهالي تلك القرى للسفر إلى المراكز لإنهاء أعمالهم في العديد من المصالح الحكومية وذلك حرصا على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بهود حثيث تبذلها المبادرة الرئاسية حياة كريمة لرفع كفاءة القرى المصرية والبنية التحتية التي ظلت مهملة لسنوات طويلة وذلك بهدف تحسين معيشة المواطنين ولم تكن محافظة بني سويف بعيدة عن هذا التطوير بل كان لها نصيب كبير منه حيث شهدت المحافظة إنشاء 12 مجمع خدمات حكومية في 12 قرية وذلك في مركزي بيبا وناصر المدرجين ضمن المبادرة الرئاسية وذلك بجانب المشروعات التي يتم تنفيذها في كافة القطاعات المختلفة حقيقة الله كويس المركز ده جميل بيخدمنا ويقدم الكرة والعزب اللي حوالينا وكلها كنا بنتعى في المواصلات بوش وبرسوف وكده وربنا يخلى الرئاس يبارك فيه والله حاجة جميلة جدا خدمة لنا ممتازة جدا ومرتحين وحلوين العزب الكرة اللي حوالينا كلها بتيجي هنا الزيتون ورياض وكله ده بيجي هنا بيقد هنا بيقد علطون يعني بدل موفر مشوارنا وفلوسنا وكلام ده يقول الحمد لله يعني تمام نحمد ربنا ربنا ووفر الرئاس ربنا يبارك فيه ويخليه لنا رب ويبارك لنا فيه ويضم المجمع مركزا تكنولوجيا لخدمة المواطنين ومكتب بريد ووحدة للتضامن الاجتماعي ومكتب تموين ومكتبا للشهر العقاري لتقديم العديد من الخدمات المختلفة بطريقة حديثة ومميكانة داخل المبنى المشروع مجمع الخدم اللي في القرية بيقدم بني عادي وزيتون ورياض حوالي خمسين ألف نسمة بالقرى والعزب المجاورة دينا في القرية هنا كنا كنا بنروح بوش عشان نعمل أوراقنا سواء من التأمينات أو من السجل أو من التضامن أو الشرع قاري بفضل الله ومجهودات سيادة الرئيس اتعامل المجمع الخدمة ده في القرية بيقدم الأسر دي كلها عشان ما تروحش تتعب هنا أو هنا وتقدم صراحة كلها من مكان واحد ودي حاجات ما كننش بصراحة نحلم بيها في ظل القيادة الحكيمة ونشكر سيادة الرئيس والمسؤولين والقائمين على هذه الأعمال الكريمة في القرى كما توفر تلك المجمعات الجهدة ومشقة السفر على أهالي تلك القرى للسفر إلى المراكز لإنهاء أعمالهم في العديد من المصالح الحكومية وذلك حرصا على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك في إطار المشروع القومي لتطوير القرى المصرية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقعت القافلة الطبية الكشف على ما يقرب من 1200 مواطنين على مدار يومين بقرية الشروق التابعة لمركز ومدينة القصصين بالإسماعيلية وضمت القافلة كل التخصصات الطبية وخدمات تنظيم الأسرى بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية بالإضافة إلى صيدلية تتوفر بها كل الأدوية كما تم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات مجانا نحن نهارده في أحد كرة مركز الأساسين في قارة الشروق أحد توابع الكرة كمان جايين كلنا لخدمة أهلنا دون سلسلة القواف التي تنظمها حياة كريمة بالتنسيق مع مدينة الصحة بالإسماعيلية نحن نهارده عندنا جهاز أشعة وكل أسبوع نهارده عندنا تطعيم ضد فيروس كورونا نحن نهارده لأهالي كلهم جايين منتظرين هلية الرئيس أكد محافظ جنوب سيناء خالد فودة أنه يجرى العمله على توقيع اتفاقية تأخن بين مدينة دهب ومدينة ياجودينا السربية لفتح أسواق سياحية جديدة جاء ذلك خلال لقائه رئيس حزب السربيا المؤحدة وعددا من رجال الأعمال والمستثمرين والأطباء والإعلاميين تناول اللقاء سبولا التعاون الاستثماري والتجاري والسياحي بين البلدين وطلبنا منهم أن يكون هناك تعاون بين مدينة دهب وأحد المدن اللي هو ممثلها في المجلس النواب السربي وهو وافئ حيب عندنا توقامة من شرم الشيخ ونيخ وترقامة من دهب وبجودينا ففي الحقيقة ده سمار إحنا بنجنيها دلوقتي والتحرك والعمل الجاد والعلاقات المستثرة الرئيس طبعا كان لسه في سربيا قريب كل ده كله عمل زخم كبير قوي والزارة دهب عليها إن شاء الله فوائد كثيرة علينا وعلى سربيا الفترة القادمة وأيضا هو ما يجب أن أعلم لكم أن تكون سربيا جداً على المهمة لأنهم سربيا في السربي كما تفضع بيشار مزيد بس على الأمر جيد سوف نقدم على الأشم الأشمال المعلمات عن شرم الشيخ ويضع المزيد من توقف لدينا وضع المعلمة في سربيا في المنطقة وحتى يتم زيادة عدد السيح من سربيا لهذه المحافظة أول مرة عندما انتقينا في بلغراد سيد المحافظة وأنا أكد وزير البطروة ثروة المعدنية طريق المل أن الخطة المتكاملة التي ينفذها قطاع البطرول لزيادة قدرات صناعة البطرو كيمويات تمضي في تحقيق أهدافها من خلال مجموعة من المشروعات الجديدة الطموحة التي تمثل فرصا جزدابة للاتثمارات المحلية والعالمية وفي مقدمتها مجمع البحر الأحمر للبطرو كيمويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروعات البطرو كيمويات بالظاهير الصناعي للعالمين الجديدة وأشار وزير البطرول إلى أن قطاع البطرول يجهد العرض مجموعة من المشروعات الخضراء وصديقة للبيئة خلال قمة المناخة المقبلة في مصر جاء ذلك خلال رئاسة وزير البطرول اجتماع الجماعية العامة للشركة المصرية القابضة للبطرو كيمويات لا اعتماد نتائج الأعمال لعام 2021-2022 ارتفعت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال موسم التصديري 2021-2022 بنسبة 13-1% لتسجل ماقيمته مليارين وسبعمائة واثنين وعشرين مليون دولار مقابل مليارين واربعمائة وست مليون دولار خلال موسم 2021-2022 هذا وأكد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية زيارة الكميات المصدرة بنسبة 1.7% خلال الموسم التصديري الحالي لتسجل 4 ملايين وثلاثمائة وستة عشر طن مقابل 4 ملايين واثنين فاصل 2.241 مليون طن خلال موسم 2020-2021 إلى هنا ناصر بكم مشاهدين الكرام إلى ختاب نشرة الأخبار وعليكم أهم ما جاء فيها الرئيس السيسي يؤكد اهتمام الدولة بالدعم الصناعة وإزالة المعوقات القائمة أمام المتثمرين روسيا تستعد لإعلان نتائج ضمن مناطق أوكرانية جديدة وتقول إن تهديداتها باللجوء إلى السلاح النووي مؤكدة وليست خضعة منظمة التجارة العالمية تتوقع رفودا عالميا بسبب الحرب في أوكرانيا وأزمتي الغذاء والطاقة كتم نشرة الثالثة دمتم في رعاية الله وأمنه شكرا لحسن المتابعة وإلى لقاء جديد